مشاهدينا بنرجع مرة تانية وبنقول الوعي نور وأهمية الإعلام في مجتمعنا وتناول الإعلام التناول الإيجابي للقضايا المجتمعية النهاردة هنتكلم عن أهمية هذا الدور وإزاي بالفعل نحاول أن نستثمر الإعلام ومصر كانت صاحبة الريادة الإعلامية يمكن في الوطن العربي من خلال طبعا ماسبيرو ومن خلال قنواتنا الرائعة اللي كانت دايما بتبث وبتقدم أفضل البرامج مش بس لمصر ولكن لكل الدول العربية سواء برامج اجتماعية برامج سياسية برامج منوعات وكتير جدا من الفنانين المصريين يمكن بدأوا حياتهم في ماسبيرو وبدأوا أعمالهم الفنية وكتير جدا من الفنانين أيضا سهموا أو شاركوا في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية يعني بالفعل الإعلام ليه دور مهم جدا في مجتمعنا النهاردة هنتكلم عن دور الإعلام وعلى الجانب الآخر طبعا السوشيال ميديا اللي أصبح الجزء لا يتجزأ في مجتمعنا في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا الدكتورة دعاء عصام معيدة بقسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة أهلا بحضرتك معنا يا دكتورة دعاء شرفتين ونورتين أهلا بحضرتك يا أستاذ حنين مرسي جدا لحضرتك على المقدمة الجميلة دي دكتورة دعاء قليلي بقى في البداية كده عايزة أسمع منك بشكل طبعا يعني متخصص أهمية الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية إيه دور الإعلام وإيه أهمية الإعلام؟ تمام هو طبعا الإعلام ليه دور مهم جدا في تناول القضايا المجتمعية لأن زي ما بنقول الإعلام هو مراية المجتمع فالمراية دي لازم تعكس إيه هي القضايا اللي بيواجهها المجتمع في الأول أنا حابة بس أوضح يعني إيه قضايا مجتمعية علشان خاطر الناس أول ما بنقول قضايا اجتماعية أو قضايا مجتمعية دماغها بتروح للجانب السلبي بس اللي هو فقر مثلا بطالة عنوسة مثلا تكاليف الزواج ولكن لا القضايا المجتمعية هي كل ما يمث المجتمع سواء بقى من جانب إيجابي زي حضرتك ما قلت في البداية وتفضلتي أو من جانب سلبي يعني مش كل حاجة في المجتمع سلبية أو مش كل ما هو مجتمع سلبي لا فيه شق إيجابي دايما فطبعا الإعلام لازم يكون ليه دور في تسليط الضوء على القضايا دي ولكن لازم نكون حرسين جدا لما نيجي نسلط الضوء إن احنا ما نتكلمش عن السلبي بس يعني لو حضرتك تلاحظي لو هنتكلم عن التناول الإعلامي دايما لما بنيجي نتناول قضايا وكمان التناول الإعلامي سوريا عايز أوضح فيه نقطة إن الإعلام مش مقصود بيه البرامج بس ونشارات الأخبار كمان فيه جزء 20% مثلا دراما 20% حملات توعية وإعلانات فكل دول بيعملوا في الآخر باكتج أو باقة إعلامية بقدم من خلالها النصائح في القضايا المجتمعية فلازم لما جناول أتناول القضايا دي أتناولها من حيث السلبيات الموجودة وأقدم في النهاية بصيص أمل أو نظرة ضوء لللي بيتفرج أو أقدم له حل مش دايما أقدم له النظرة التشاؤمية يعني دا مهم جدا في التناول الإعلامي صحيح النصائح أو الرسائل من خلال التناول الإعلامي لأي قضية من القضايا المجتمعية وحتى زي ما حضرك أشرت يا دكتورة دعاء حتى لو فيه إلقاء الضوء على بعض المشاكل أو بعض السلبيات اللي بيعاني منها المجتمع تبقى بشكل موضوعي بشكل هادف أنه إحنا مثلا فيه مشكلة معينة فيه مشكلة في منطقة معينة فيه تقصير مثلا من جهة معينة بنلقي الضوء عليها ونحاول طرح أنسب الحلول لأن في النهاية الإعلام دوره دايما هو التنوير والتوعية والتنمية لبلدنا بشكل عام فهنا برضو إلقاء الضوء والمعالجة دا يعني دور الإعلام ودور مهم جدا لازم يتناولوا الإعلام بشكل مهني أيضا الإيجابيات مثلا المشاريع القومية التنمية مهم جدا أن الإعلام يلقي الضوء عليها عشان نعرف الشعب والمجهود اللي فعلا بتبذله الحكومة في التنمية والتطوير بالضبط طيب اسمحي لي يا دكتورة دعاء زي ما بنقول السوشيال ميديا أصبحت جزء لا يتجزأ في حياتنا اليومية ويمكن من حوالي أربع سنين أو خمس سنين كان فيه بعض أساتذة من الإعلام كانوا بيرفضوا أن هما يطلقوا كلمة إعلام على السوشيال ميديا لأن دايما بيقولوا الإعلام له المتخصصين وله الناس القائمة عليه لكن السوشيال ميديا يعني كلها أصحاب مواقع مش متخصصين في مجال الإعلام رأيي حضرتك إيه في هذا المجال صحفة مواطن أو ستتزين جورناليزم يعني ما كناش بنعترف بيها أصلا كإعلام متخصص أو كده ولكن أنا طبعا من وجهة نظري أنا شايفة أن هي حاليا ما نقدرش نقول عليها إعلام متخصص بنسبة 100% ولا إعلام مواطن بنسبة 100% ليه بقى؟ لأن حصل حاليا دمج بين الإعلام التقليدي أو الترادشنال ميديا وبين النيو ميديا اللي هي حضرتك تفضلت قلت علىها السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام الحديثة هي خلاص خدت مصامة وسائل الإعلام الحديثة صحيح يعني حتى في المكتبات الإعلامية عندنا لو حضرتك فتحت رسائل الإعلامية هتلاقي فيه ترند ترند بقى طالع كل الباحثين دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي وكذا ده بقى يعني بالعكس الغير مألوف إن احنا نتكلم عن الراديو أو نتكلم عن التلفزيون ده دلوقتي كل الاتجاه في الأبحاث الأكاديمية رايح للسوشيال ميديا فإذا هي بقى معترف بيها معنى إن أنا يبقى عندي مثلا في السمينار علمي 75% من الموضوعات عبارة عن السوشيال ميديا لا يبقى أنا كده بقيت معترف بيها وميديها أهمية بدليل إن أنا بقدم أفقار بحسية ونتائق جديدة في مجال العلم عنها فأنا ما أقدرش بصراحة من وجهة نظري اللي حضرك سألتيني عنها أقول إن هي إعلام مواطن فقط ولا إعلام إعلاميين ومتخصصين فقط كلنا بقى أنا بننتج على السوشيال ميديا أنا عايز أقول لحضرك لو أنا قمت نزلت صورة شخصية على بروفايلي فأنا كده بنتج بقدم محتوى لو أنا قمت اتكلمت في موضوع أو نزلت مثلا حلقتنا النهاردة لو نزلت اللينك بتاع السوشيال ميديا المتخصص وغير المتخصص ينشئ سواء بقصد أو بدون قصد يعني إيه بقى بقصد أو بدون قصد يعني أنا ممكن مثلا إنسان مش درس إعلام خلص في أي مجال تاني هندسة زراعة طب ومثلا يدخل يتكلم في قضية اجتماعية اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة يدخل مثلا يتكلم عن تكاليف الجواز الباهزة أو مثلا يتكلم عن المغالاة في تجاهيز الجواز من جانب الأهالي أو مثلا عن العلاقات الأسرية حاليا في ظل مواقع التواصل الاجتماعي بقت متقربة صحيح ولا بقت متبعدة صحيح ولا بقت في إيه بالزبط فهو دلوقتي ممكن يكون دكتور مثلا بشري أو طبيب أسنان أو مزاهرع أو مهندس وبيتكلم في الموضوع فهو تحول هنا الإنفلوانسر اللي بقول عليهم المؤثرين تحول لشخص بيكتب على السوشيال ميديا يعني فهي ما بقتش هي فعلا بقتها ممكن نسميها وسائل نشر أو وسائل تواصل اجتماعي ولكن ليست وسائل إعلامية بنسبة 100% ولا برضو وسائل يعني مواطنين كلها أخطاء بنسبة 100% ولا نتجهلها بنسبة 100% هي مهمة في حياتنا وجزء لا يتجازم أنا بقول حضرتك هذا الرأي كان من حوالي خمس سنين أو ست سنين لما كانت لسه في البداية لكن دلوقتي بدأت طبعا بتاخد شكل تاني وبدأت فرضت نفسها حتى علينا كإعلاميين وكأكاديميين فرضت نفسها بدليل نحن كأكاديميين بنعمل أبحاثنا عنها عليها وعنها وبنتواصل من خلالها وبنعرف معلومات من خلالها زي ما بنقول هي ليها إيجابيات وليها سلبيات طيب من سلبياتها برضو يا دكتورة اللي هي نشر بعض الأكاديم وبعض الأخبار الخاطئة للغاية دلوقتي للأسف يعني فيه ناس على أكبر قدر من الثقافة ومن المعرفة ومن المناصب وللأسف إنها بتنساق وراء برضو أي خبر تقراء على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بل بالعكس كمان مش بس بتصدقوا بتصدقوا بتنشروا بنبدأ نتدولوا في مجتمعنا المصري ده أنا قريت كذا طب قريتوا على موقع إيه مين اللي قالك على هذا الخبر ده كان نازل على الفيسبوك طب ما هو أي حد بيقدر ينازل أي خبر لازم نرجع للمنصات الرسمية للحكومة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحقيقة بنوجه له كل الشكر والتقدير لأنه بيستجيب استجابة سريعة وببدأ أنه دلوقتي يقول لا فيه مثلا خبر كذب بينتشر على مثلا التموين أو على التعليم أو على الصحة هذه الأخبار خاطئة والخبر الصحيح أو يقول الصحة فهنا إزاي برضو يبقى الناس أكثر وعيا بخطورة هذه الأخبار وهذه الأكاذيب أنا بشكر حضرتك جدا على السؤال ده لأن دي فعلا يعني أنا بسميها بصراحة كارثة إحنا كلنا بقينا فيها والمجتمعات كلها بقت موجودة فيها سواء العربية أو الغربية على فكرة حتى الغرب ببقوا كده يعني اللي إحنا بنقول يعني هم عندهم وكالات أنباء كبيرة وكده لا حتى المواطنين الأجانب بقوا عندهم نفس المشكلة فلو هنتكلم هنا عن مجتمعنا المصري والتناول الإعلامي على الوسائل الحديثة للأعضاء الاجتماعية فيه مجموعة نصايح يعني لازم نقدمها للمستخدم للمواقع دي في القضايا بقى المجتمعية الفنية التعليمية علشان خاطر ما يقعش في فخ الشائعة يعني الشائعات دي كارثة صحيح لها خطورة كبيرة جدا على المجتمع يعني أول حاجة إن أنا لما أشوف خبر سواء على صحفي مكتوب أو على فيديو على اليوتيوب أو ديليموشن أو أي موقع من المواقع بغض النظر يعني لما أجد فرج عليه أبص الأول من القناة اللي منزلة دا يعني يعني زي ما قلت لحضرتك في أول سؤال في البداية إن حصل دمج بيننا كإعلام إزاع وتلفزيون وبين وسائل التواصل الاجتماعي يعني مثلا القناة التانية ليها قناة على اليوتيوب برنامج صباح الخير يا مصر ليه لينك على اليوتيوب طبعا أنا ليه ما أبصش بقى ليه ما أرجعش للبرامج دي ليه ما أرجعش للتلفزيون المصري الرسمي يعني ليه ما أبصش للحاجات الشهيرة والحاجات الموثوقة في الدولة ليه مثلا أروح لواحد اسمه مع احترامي الشديد ليه ممكن يكون إنسان عالم في مجال تاني أي حد يعني دون ذكر أسماء معينة بالضبط لكن مش في الإعلام هو دا مش تختصاص وهو ما تأكدش من المعلومة صحيح فأنا أول خطوة أعملها كمستخدم أو مشاهد لازم أبص مين اللي منزل الخبر دا أو الفيديو دا صحيح الخطوة التانية ما أخدش عدد اللايك أو المعجبين أو عدد الشير لا أخد المصداقية بمين هي الجهة صحيح الحاجة التالتة ما أخدش شير لخبر إلا و أنا متأكد منه يعني ولا وأقصد هنا بالمشاركة إيه أو الشير مش بس المشاركة على التواصل الاجتماعي المشاركة كمان في الحياة الوقعية ما عودش مثلا مع زميلي في الشغل والله شفت يا فلانة دا نبارح الفنانة تصوري عملت إيه دي كانوا كاتبين أن هي مسلا في سجن كذا هي أصلا مش في السجن دا خبر عن المسالفة اللي هي بتقدمه ودي بقى أنا أخذكرت المثال دا لأنها ما أكثر الشائعات الفنية للأسف الفنانين دايما بيتعرضوا لشائعات طيب برضو بنقول أنه المواطن دلوقتي بقى عنده قدرة سريعة جدا على تسجيل الخبر دا في دلوقتي لايف كمان يعني لما بتحصل حدثة في مكان معين أو أزمة أو مشكلة بلاقي بعض المواطن على طول فتحين الموبايل على طول فتحين الفيسبوك يأما بيبقوا لايف بس مباشر أو بيسجلوا هذا الحدث بيسجلوا بعض الوقائع وعلى طول يعملوا له نشر يبدأوا هم المواطنين يبدأوا يعلقوا على هذا الحدث فهنا برضو لازم نقول أنه القنواتنا الإعلامية أو المراكز الإعلامية الموثوق فيها لازم يبقى عندها استراتيجية عندها خطة لمواجهة هذا الموضوع يكون عندها برضو سرعة في نقل الكاميرات يكون فيه فرق إعلامية متخصصة تقدر تنقل هذا الحدث وتقدر أنها تتكلم عنه وتعلق عليه وتقدر أنها تبحثه فهنا السرعة أعتقد مطلوبة لتناول أي حدث أو أي أزمة لمواجهة عدم المتخصصين في نقل هذه الأخبار والأحداث وتقوليه ده الحل التالت أو النقطة التالتة أنه إحنا ما نديش فرصة أصلاً للمشاهد أنه يدور على المصادر الغير موثوق أنا أزله يعني الحاجة أول بأول عشان ما يضطرش يلجأ لمواطن مش مختص ويقدم خبر كاذب آه آه للأسف يعني طيب برضو يعني أنا كمواطنة بقى حضرتك أو المتابعة أو مستخدمة السوشيال ميديا إزاي يبقى عندي الوعي هنا بقى عايزين رسالة منك أو نصيحة إزاي أنا أفكر أي خبر أسمعه لازم أفكر فيه الأول أتحقق منه أنه الخبر ده يعني خبر كاذب مش صحيح ما ينفعش أن أنا أي خبر كده أصدقه أروح أنشره على طول يعني دي نقطة مهمة أصدق حضرتك إزاي يميز الخبر فيك أو الصحافة الصفر من الحقيقية آه بالزبط كده تمام هو أولا الخبر الكاذب بيبقى باين أنه على حاجات مش مشهورة حتى لو عليها مليون متابع يعني أو مش 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 مشهورة مش تابعة لجهات رسمية أو مش تابعة لجهات موصوقة يعني مثلا فيه وكالات أنباء أعلمية دي أكيدا يعني بيرام الصحة فيها فيه مثلا التلفزيون المصري فيه مثلا القنوات الخاصة اللي هي مصدقيتها صحيح فيه مثلا المواقع الرسمية للوزارات موقع وزارة التربية والتعليم بمناسبة السنوية العامة بما أن التعليم برضو قضية مجتمعية وبما أنه حدث جاري طبعا السنوية العامة فيه لينكات كتيرة هاكر يعني دي أنا حاجة بنصح بيها الأهالي فيه لينكات كتير بتاعت تقديم رغبات هاكر وفيه لينكات بتاعت إظهار نتائج التنسيق هاكر دي بتختارك أجهزتكو ودي ولا لينكات ولا حاجة فالمواقع الرسمي هو وزارة التربية والتعليم فأنا الخبر الكاذب أعرفه أنه مش هيبقى من مواقع الوزارات الرسمية المواقع الرسمية للوزارات هي اللي هتقدم لي المعلومة الصحيحة مرحش بقى على مواقع أنا مش عايزة أسكر أسامي بصراحة مواقع صحيحة بلاش أسماء بعد إذن حضرتك بس يعني يا جماعة بلاش أي موقع مش موقع الوزارات الرسمية أو المؤسسات الرسمية حقيقي بلاش ولا نعرف منه معلومة نتحقق من هذه الأخبار نتحقق من المعلومات وأهم حاجة الموقع لما يكون موقع رسمي أو منصة رسمية هو ده اللي لازم طيب إيه المانع برضو أنه حتى لو خبر سمعناه نرجع مثلا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهذه المنصة علشان نشوف هذا الخبر موجود عليه ولا لأ ونبدأ نسأل لأنه فيه ناك برضو الحياة فيه تساؤلات وبيردوا على هذه التساؤلات سواء كانت هذه الأخبار صحيحة أو كذبة إيه المانع إن إحنا نرجع ونسأل بالضبط ممكن فعلا نرجع للمجلس الإعلامي ونبعد سكرين للخبر هل الخبر ده صحيح ولا لأ الحاجة التالتة برضو عشان أكشف الخبر الفيك هو بيبقى مش منطقي يا أستاذ حانين ويمكن دي الناس هتستغربها يعني إيه مش منطقي يعني ممكن مثلا مثال وهمي طبعا انفجار في مش عارفة إيه وإحنا شايفين الناس بعنيننا في المكان ده من شوية رايحة جاية فحصل إمتى الانفجار ده فهو مش منطقي هو حتى للعقل مش منطقي ففي بقى نقطة معتمدة علي أنا كإنسان إن أنا يبقى عندي عقل محلل ودي اللي بنسميها في الإعلام الجمهور الناشط تمام اللي ظهرت في نظرية الاستخدامات والإجباعات وبالذات في التطويرات الأخيرة لها يعني نظرية الاستخدامات والإجباعات من زمان جدا لحد 2016 كان آخر تطوير فيها تمام فزمان كنا بنقوله إن الجمهور بيتلقى المعلومة الإعلامية كالرصاصة السحرية أو كالحقنة تحت الجلد يعني إحنا كخبراء وأكاديميين كنا بنقول كده كان الناس يعني بتدرس الكلام الأكاديمي إن الإعلام ده حقنة أنا بديها للمواطن أو الخبر ده سواء بقى إشاعة أو حقيقة بديها للمواطن تحت الجلد فما بيحسش بيها ووصفوها بكده أو رصاصة سحرية ما بتحسش بقلمها دلوقتي ما بقناش كده فليه بقى إحنا ما بقناش كده وبقنا بننتج ونقدم كمواطنين وجينا عند حتة التفكير والتحليل والنقط وإفنى وقفنا عقلنا طيب ما تفكر هل الخبر ده منطقي يعني مثلا أنا لسه ماشي من شارع كذا مثلا من خمس دقيق أقريت إن فيه لقدر الله في جرف الشير عقوم شير 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 طيب أنا شايفة بعيني من خمس دقيق كويس صحيح صحيح نتحقق الأول ونسأل بالتفصيل وفيه البعض اللي للأسف مع احترامنا وتقدرنا للجميع بينصب نفسه وكأنه محقق يعني يبدأ حتى مش بس مجرد إن هو ينقل الخبر يقول لا ده تلاقي حصل كذا كذا ده مش عارفة إيه ده إيه ويبدأ يقول توقعات ده دي مش مسؤوليتك أنت ولا مهمتك دي مهمة أجهزة التحقيق والأجهزة الأمنية ويبدأ يقول رأيه أو توقعاته في حدثة أو في مشكلة معينة وتبدأ هذه التوقعات تتحول إلى أخبار حقيقية وتبدأ ناس تتداولها يعني فيه فرق حتى بين اللي يقول مجرد رأيه أو مجرد توقع فيه فرق بين إن هو يكون بين المعلومة فالناس بتتوقع أن دي معلومة يعني برضو دي مشاكل كتيرة برضو يا دكتورة دعاء يعني مهم جدا إنه يبقى فيه مواجهة قوية لأنها بالفعل هيبقى لها تأثير كبير وتأثير سلبي على مجتمعنا كلام حضرتك مصبوط بمناسبة التحقيقات اللي حضرتك قلت يا عليها إن إحنا بنولي نفسنا كمحققين يعني التحقيقات مش بس التحقيق الجنائي اللي بيقوم بيه طبعا مشكورين زباط الشرطة لا ده كمان الصحافة والإعلام دور كتحقيق فيه التحقيق الصحفي فيه التحقيق التلفزيوني فيه التحقيق الإزاعي فنلجأ للتحقيقات يعني فيه ناس يعني بتقدم تحقيقات صحفية ممتازة وتحقيقات تلفزيونية نتفرج على التحقيقات دي ولكن ناس متخصصة وناس فاهمة وليس مع احترامنا أي حد غير متخصص وغير فاهم يقدر أنه يعمل تحقيق صحفية طبعا عموما دكتورة دعاء لقاء قيم ولقاء جميل وأكيد هيكل لنا لقاءات قادمة مع حضرتك بإذن الله شرفتين ونورتين إن شاء الله مرسي جدا لحضرتك يا أستاذ حنان ومرسي لحوار حضرتك الممتع والأسئلة المهمة جدا لحضرتك أمريكي شرفتين ونورتين مشاهدينا الكرام بكده بنكون وصلنا لختم حلقتنا مع حضرتكم النهاردة اتكلمنا عن صحتك تهمنا وأهمية التغذية وعلاقتها بصحة الإنسان اتكلمنا عن الوعي نور وأهمية الإعلام في تناول القضايا المجتمعية بنتمنى تكون كل فقراتنا نالت إعجابكم ورضاكم انتظرونا بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وحلقة جديدة ودايما بنقول مصر جميلة